أنت الآن منظم لحزب من الاثنين الحزب الأول فيه الذين نهضوا صباحاً فوجدوا طلبات صداقة كثيرة على فيسبوك فاستغربوا وفسرها كل بما تبتغي نفسه والحزب الثاني أولئك الذين لم يصلهم شيء فندبوا حظهم على فيسبوك وقالوا أن دعوة الصداقة لم تصلهم حتى بالخطأ على العموم الجميع عليهم أن يهدأوا الذين وصلتهم دعوة الصداقة عليهم أن يفهموا أن العالم لم يهتم بهم فجأة لم تصبحوا مركز الكون بعد الدعوة وصلتكم عن طريق الخطأ أما عن من حزنوا لعدم وصول شيء إليهم فطمنهم لم يفتكم شيء وفقاً لهذا الموقع موقع Down Detector وهو موقع متخصص في متابعة الموقع والتطبيقات وأعطالها فإنه يقول أن 65% من الشكاوى تتعلق بمشكلة خاصة بالتطبيق على الهاتف المحمول و 26% منها تتعلق بالموقع بينما 9% من المشكلات تم الإبلاغ عنها وتتعلق بعدم القدرة على الدخول لفيسبوك عموماً أن يرسل الموقع من تلقاء نفسه طلبات صداقة فإن ذلك يعتبر انتهاكاً للخصوصية رغم أن هذا العطل يمكن إصلاحه إلا أنه ينبهنا لاحتمالية حدوث أعطال يمكن أن تتسبب في كارثة كأن تفتح الرسائل الخاصة للقراءة من الجمهور فكيف سيواجه الجمهور يومها طوفان الحقيقة والرسائل؟ التعليقات نبدأ بهيثم قال والله صحيح وننقول شبيه وحده يبعث في لمذيت ألين قالت لو لا عطل فيسبوك ما كنت شفت حدا من أعدائي فإنما منير يقول إن شاء الله خلالي سوبريمي لزميل واحد حشماني يديرها ديريكت يوسف يقول الآن فعلاً تستطيع معرفة من زارت بروفايلك وهو حلم يحلم به الكثير منذ بداية فكرة مواقع تواصل الاجتماعي عموماً